الطريقة الثانية لإيجاد الروتس هي تسمى البيسكشن ميثود هاي الطريقة حقيقة تعتمد على انه نبدأ نقلص الانتيربل اي الى بي قلصة الى النصف وبعدها نتوصل الى القيمة التقريبية للروت لاحظ هنا عندنا مثل الى هذا الانتيربل اي الى بي موجود بي الروتس الحقيقي اكس ار اول شغلا نسويها انه نأخذ نقطة الوسط او نوجد الافريج الى هي الدي تساوي اي زائد بي على اثنيا هس الان كيفية كيف نقلص الانتيربل او تقسيمه الى منطقتين الاخب الانتيربل اول اي الى د او د الى بي يتم اختيار طبعا الانتيربل يعتمد يعني نظريا هنا هو الانتيربل الصحيح هو اي الى د لكن هذا هو الورثيم يعني يعطيه لحاسب يلازم حاسب هي تختار هل تختار اي ودي الانتيربل او تختار دي بي هنا نقلنا الروت دائما يكون موجود لازم الفنكشن تتغير من زائد لنا او من الناقص الى الزائد اذا بالضبط الالغوريثي مش راح يسوي يوجد الاف اي والاف دي والاف بي اي اثنين اشارتهم مختلفة هو هذا الانتيربل الجديد لاحظة هنا بهذا الرسم اختيار الانتيربل هو اي دي حاليا بالرسم الثاني الانتيربل الصحيح المفروض نختاره دي بي لاحظ الاختلاف الدي هنا اف دي زائد الاف بي ناقص ونستمر بهاي العملية نبدي نقلص الانتيربل الى النصف نحسبها في 5 مرات 6 مرات الى ان نوصل انه نوجد الاف دي تكون قريبة الى الصفر قريبة الى الصفر وبالتالي الروتس التقريبي هو قيمة دي خلنا اخذ كمثال بسيط لو نفترض عندنا هاي الفنكشن من درجة الرابعة نريد نوجد الرفت طبعا الى اللقاء يا بي فور روتس نحن نوجد روتس واحد ريل روتس موجود بالانتيربل الصفر واحد اذا اول عملية ناخدها لانتيربل صفر واحد ننبدأ ناخذ النقطة الوسط ما تقدي هي اي زائد بي على ثني يعلى صفر زائد واحد على ثني حالة ثني واستوى بوينت فايف اذا صار عندنا هسة صفر بوينت فايف وعدنا واحد ازر انسة شنختار صفر بوينت فايف لو بوينت فايف واحد ياهو الانتيربل الجديد لازم نحسب الاسائن الاف صفر والاف وان والاف بوينت فائف اذا اخذ 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 واحد اخذ واحد اخذ واحد صفر اكيد واحد اشارة المختلف لازم نعم الزائد للناقص او ناقصक لا زائد اذا هستطيع انتيرفال القديم كان صفر واحد الانتيرفال الجديد سيصير ادنا بوينت فايف واحد نبدأ نعيد العملية من جديد بوينت فايف واحد نجد الوسط هذه تواجه قد عدنا رموز اي وان بوان إذن هسعدنا الانتيرفال الجديد 0.5 واحد نوجد الوسط ماتل هو 0.75 نعيد العملية نوجد الإشارات مالتهم نأخذ 0.75 وياما نأخذ وي 0.5 لو وي الواحد نشوف الإشارات المختلفة إذن نأخذ 0.75 مع الواحد ونستمر العملية تعاد إلى خمس مرات ست مرات بالأخير الانتيرفال الجديد الوالسادس بهذه الصورة نوجد الآخر دي الى الافرج ماتل هو دي سيكس طلعنا 0.867 حقا هو هذه القيمة القيمة الدي هي يتمثل الـ Approximated Roots ولو نحسب الافمالتها نلقاها 0.00146 الحالة المثالية للروتس الأصلي المفروض يكون هذا صفر أما الطريقة الثالثة لإيجاد الروتس هي False Position Method نفس الطريقة الثانية السابقة لكن الاختلاف إنه كيفية إيجاد قيمة دي الطريقة الثانية السابقة كان نوجد دي عن طريقة A زائد B على 2 لا هنا D تحسب كالتالي بدل من نوجد A زائد B على 2 لا وإنما هو عبارة عن قيمة D هي قيمة تقاطع اللين الواصل بين A و B وتقاطعه مع XX لاحظوا هناك كيفية قيمة A هناك قيمة B تقاطعه XX ها هي قيمة D أو بهذا الشكل وإذا كان الشكل الثاني لاحظة أيضا قيمة A و B تقاطعه مع XX أو ممكن تحسب هك بالمعادلة التالية بهذه الصورة هاي حساب D هناك حقيقة هاي الطريقة تكون أسرع أكثر لأن هناك D يعتمد عن النصف يوجد النصف في كل مرة هنا لا طريقة سريعة جدا يوجد الدي هو قريب عن الروت وأما يعني الاختلاف فقط باستخراج الدي أما البقية بقية الطريقة هي نفس الطريقة السابقة الطريقة الرابعة والأخيرة هي لإيجاد الروت هي نوتن رافسن ميثود حقيقة هي أهم طريقة وأفضلهم والحد الآن هي تستخدم برامج الكلكوليتر هاي الطريقة تعتمد كالتالي نبدي يعني من نقطة A أو من B نحسب الاسلوب هذا الاسلوب راح يتقاطع فمن عندنا أول ما نبدأ بX0 راح نوصل إلى X1 نفس الحال نعيد العملية من X1 نحسب الاسلوب يتقاطع مع X2 نحصل على X2 وهكذا إلى أن نوصل إلى حد الروت أو حسب هذا القانون لاحظون هنا نبدأ بX0 يوجد X1 من X1 X2 وهكذا إلى أن نوصل للروت من X0 هل نبدي من A لو نبدي من B حقيقة نبدي من النقطة التي يكون الـ function مالتها والمشتقة الثانية نفس الإشارة لماذا حتى نضمن يكون convergence أو عدى ذلك لا نستطيع نصل إلى الروت يكون divergence دعنا نأخذ هذا المثال البسيط لو نفترض التالي لدينا هذه الـ function من درجة الرابعة نريد نوجد الروت موجود من ناقص نيوتنز نوجد المشتقة مالتها المشتقة الثانية وعدة تنسون الروت A وB هو ناقص داعش الـ interval هو ناقص داعش ناقص عشرة زينا نبدأ بالX0 هل نبدأ من A لو نبدأ من B نجرب نبدأ من B نجرب نفحصها X0 نفترض هو B هو ناقص عشرة نوجد الـ function مالتها سالب نوجد المشتقة الثانية موجب هذا خارج الشرط هذا divergence وليس convert إذن ما نختار X0 هو B نجرب نبدأ ناخذ X0 هو A ناقص داعش نرى F ناقص داعش هي positive المشتقة الثانية إذن نفس الإشارة إذن هاي النقطة هي ملائمة لو نفترض الأي أيضا هم أنه يعني الإشارات ما مش شابه إذن طريقة ما تفيد على هاي وإن ما نجرب عليها الطرق السابقة وحدة منها الطرق السابقة لكن هنا نجحت لأن A طلعت نفس الإشارة هي والمشتقة الثانية فنأخذ هي X0 نستخدم القانون الموجود نبدأ X0 هو ناقص داعش نعوض بهذا الطرف الأيمن يطلع X1 إذا X0 ناقص داعش وهكذا بالضبط هذا مناسب إحنا رح نحل أربعة خمس مرات لكن بالحاسبة هذا مجرد هو تخلي لأن ويستمر 100 ألف مولوب عادي بالحاسبة X0 ناقص داعش يطينا X1 هذا الرقم لاحظ إلى أن لاحظ بال X4 وهو هاي القيمة هاي الروتس مالتها لو نحسب F مالتها نلاحظ عشر أقص راحهم يعني convergence أحد تطبيقات نيوتن هي إيجاد أو إيجاد جذر التربيع وهذه طريقة ثابتة أيضا تستخدم بالكالكوليتر لإستخراج جذر التربيعي طريقة كالتالي إحنا نريد نوجد جذر A هذا هو المطلوب إذن حولها معادلة إذن هي X كأنه أحتاج X فحولها إلى فنكشن في X تربيع ناقص لها كأنها وجدت X وبالتالي كأنه أنا وجدت الجذر التربيع لل A إذن أستخدم نيوتن ميثود لها أو جهائل F وها مشتقتها عوضها بالقانون مع النيوتن الآن بعد التبسيط لنوصل إلى هذا القانون X زاد واحد يساوي كذا هذا على ثنيا هذا هو إيجاد الجذر التربيع لكن بعدة أتوريشن نأخذ كمثال بسيط نأخذ نفترض نجد الجذر خمسة جذر خمسة ونبدأ من نقطة بداية X يساوي 2 إذا ما عندك بداية من نقطة بداية ما تعطى X صفر بداية فأخذ تقريبا أقرب عدد صحيح للرقم نصف يعني 5 قسمها على 2 ثاني ثاني سأخذ أقرب رقم عدد صحيح وهو 2 أو يعطى بالسؤال مباشرة على أموم هسا رح نطبق هذا القانون نبدأ X صفر يساوي 2 والأي عندنا هي 5 نعوض ها والأي 5 والأي صفر 2 بنفس القانون ونجهس نحسب هذا X صفر رح نحسب X 1 من عدد 2 5 مرة ثانية نطبق ونوجد X 3 X 4 ونتوقف هذا الرقم هو نشوف مثلا جذر 5 ونشوف القيمة مالتها تقريبا تطلع بالضبط قيمة مالتها 2.236 كذلك بالضبط بصورة أدق لأنه يستخدم 100 200 وحكذا